وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم مهمة فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة بالتحديد اللي بيخص النادي الأهلي وده مهمة جدا بالنسبة لنا والأهم كمان خلال هذه اللحظات منتخبنا الوطني اللي عنده مباراة كمان 60 دي أبزت مع منتخب جزر الكمر طبعا المنتخبين يتأهلوا بشكل رسمي لبطولة الأمم الأفريقية لكن أكيد مباراة مهمة لمنتخبنا عشان يحسن صورة الأداء تحديدا وعشان كمان يتصدر مجموعة وبإذن الله نتمنى لهم كل التوفيق فبالتالي كواليس كتير جدا مقابل هذه المباراة حنتكلم فيها وكمان لو أسعفنا الوقت ممكن نتطرق للجانب العالمي ونتكلم في بعض الأمور الهمة في الأخبار العالمية لكن دايما مهمة بالنسبة لنا أن حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا وتوقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ما بين منتخب مصر وجزر الكمر وكمان تتوقعوا مين اللي يسجل الأهداف بإذن الله لمنتخبنا الوطني حناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند المختلفة لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العالمي يلا بي في ترند الأهلي الفريق يتدرب الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء في ترند المحلي المنتخب يواجه جزر الكمر في ختام تصفيات أمم إفريكي أما في الترند العالمي إصابة ليفندوسكي تحرمه من مواجهة إنجلتر طيب أقول لحضراتكم على طول بعض المباريات المهمة أو كل المباريات المهمة في تصفيات الأمم الأفريقية النهاردة فأبرز المباريات خلينا نبتدي مباريات ملاوي وأغندا دي مباريات لعبة خلاص وانتهت بشكل رسمي بفوز ملاوي بنتيجة واحد سفر طبعا كل المباريات دي في الجولة الختامية من التصفيات في كل المجموعات كمان المباريات التانية واللي هي الأهمة بالنسبة لنا هي مباريات مصر مع جزر الكمر دي هتكون في تمام الساعة السادسة وأيضا توجو مع كينيا في نفس التوقيت أنجولة مع الجابون أيضا الساعة ستة بوركينا مع جنوب السودان الساعة ستة وجمهورية الكونغو مع جنبيا برضو في نفس التوقيت الساعة تسعة بالليل في مطشين بس هتكون مباريتين ما بين الجزائر وبوتسوانا وزنبابوي مع زنبيا دول المباريات اللي هتكون في تمام الساعة التاسعة مساء بإذن الله لكن الأهم دايما بالنسبة لنا طبعا منتخبنا الوطني إن شاء الله يكون موفق في مباريات اليوم وعايزين نتمتع ونبسط بالمنتخب عندنا جهاز ثاني محترم عندنا عناصر جيدة جدا في التشكيلة عدد من اللاعبين المميزين جدا وجيل مميز في المنتخب الأول فإن شاء الله يكون الناتج على قد الأسماء الموجودة سواء الناس الموجودة في الجهاز الفني بالكامل أو حتى الموجودين في الملعب بإذن الله تعالى هنتابع المباراة وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا لكن تفاصيل أكتر هتكون معنا بعد الفصل استنون أهلا بحضراتكم من جديد قبل ما اتكلم عن نادي الأهلي وتفاصيل الأخبار الأهلي خليني سريع نقول الخبر الأهم وهو تشكيل منتخبنا الوطني استعدادا لمباراة اليوم اللي هتنطلق بعد أقل من ساعة أمام منتخب جزر الكمر المباراة اللي هتقام في القاهرة فتحديدا نقول لحضراتكم التشكيل زي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة كابتن حسين البدري أجرى عدة تعديلات في تشكيل منتخب مصر عن التشكيل اللي شفناه في المباراة اللي فاتت أمام كينيا في حراسة المرمى بيستمر طبعا محمد الشناوي في خط الدفاع علي جابري عوض غياب أحمد حجازي ومحمود حمد الوينش زي ما هو موجود كمان موجود كظاهير أيمن عمر جابر مكان محمد هاني وكظاهير أيصر عبدالله الجمعة مكان أحمد أيمن منصور وفي نص الملعب عمر السلية ومحمد النيني مكان كل من حمدي فتحي طبعا المصاب وطارق حمد وأمامهم كل من محمد مجدي أفشا محمد صلاح وتريزيجي اللي بيحافظوا على أماكنهم وده طبيعي جدا أما في قط الهجوم بيشارك محمد شريف على حساب مصطفى محمد ده تشكيل منتخبنا الوطني فيما يتعلق بدكة البودلاء في حراسة المرمى محمود عبدالرحيم جنش طارق حمد محمد هاني حسلام حسن مصطفى فاتحي أحمد سيد زيزو مصطفى محمد أحمد ياسر ريان محمد فاروق ياسر إبراهيم أحمد أيمن منصور وإسلام عيسى ده التشكيل والبدلاء فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني جلسة عندنا تفاصيل أخرى نتكلم فيها على المنتخب بس خليني في البداية أبتدي بأخبار كمان النادي للأهلي لأنه ده أمر مهم جدا بالنسبة لكل جمهير القلعة الحمراء في كل مكان الأهلي طبعا بيوصل تدريباته استعدادا للصفر بإذن الله بعد بكرة يوم الأربع للسودان عشان المواجهة المرتقبة والهمة جدا الحسيمة في مشواره الأفريقي أمام فريق المريخ وكل الاحتراء متقدير لهذا الفريق رغم تأخره في ترتيب المجموعة لكن يبقى فريق قوي وبالتحديد أنت ستلعب على أرضه فبالتالي مباراة غاية غاية في الصعوبة فبإذن الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة بالتالي النادي الأهلي أجرى مسحة طبية استعدادا لمباراة المريخ واستعدادا للصفر وده أمر طبيعي جدا لإطمئنان على حالة اللاعبين وإن شاء الله يكونوا كلهم يعني عينتهم سلبية بخصوص فيروس كورونا أما فيما يتعلق بخماسي المنتخب الأولمبي الخماسي الأهلي واللي موجودين في المنتخب وإحنا عارفين أن موجود في منتخب مصر الأولمبي كل من مصطفى شبير وأحمد رمضان بيتم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفي هم دول الخمسة النهاردة كانوا موجودين في النادي الأهلي عشان يعملوا المسحة الطبية بتاعتهم وبعد كده يعني مشوا على طول والمعسكر خلاص يعني انتهى خلاص معسكر منتخبنا الأولمبي بشكل رسمي بكرة هم حينضموا للتدريبات مع عناصر المنتخب الأول بشكل طبيعي في التدريبات الخاصة بفريق النادي الأهلي وهو المران الأخير غدا اللي حيكون فيه تمام الساعة العشرة صباحا التجمع حيكون الساعة تسعة ومران أخير قبل الصفر بإذن الله تعالى للسوداني وصلوا بالسلام إن شاء الله طيب فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني النهاردة كان عنده محاضرة مهمة جدا للعبين ويتكلم فيها عن عدد من قاتل الهمة اللي بتتعلق بالمبرارة المجبولة حتقولي طب ما هم أغلب العبيد مش موجودين في الفرقة بسبب المتواجدين مع منتخب الأول والمنتخب الأولمبي لكن أكيد في كل الأحوال هو سيستم وأفكار أنت بتحاول تحفظها لكل العناصر حتى لو عندك عناصر كتير جدا من ناشئين بتشارك في مران الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي فانت بتحاول زي ما تقول كده إيه تشربهم سيستم النادي الأهلي وسيستم الفريق الأول وكمان الشكل التكتيكي والأفكار الخاصة بالمدير الفني للفريق الأول لأنه هو ده بيبقى أهم شيء فبالتالي أكيد كانت محاضرة غاية في الأهمية مع نهاية المران النهاردة كان فيه تأسيمة بطول الملعب يعني على الملعب كله تقريبا وكانت تأسيمة مهمة جدا في إطار التحضير لهذه المبرارة المرتقبة احنا عارفين المطش إن شاء الله بإذن الله تعالى هيكون يوم السبت اللي جاي الساعة الثلاثة العصر هناك في السودان على ملعب الجوارة الزرقاء بمناسبة هذا الملعب فإحنا متعودين دايما أن المران الرئيسي بالنسبة لأي فريق بيكون ضيف في البطولات الأفريقية فبيكون المران الرئيسي قبل المبرارة 24 ساعة على الملعب الرئيسي اللي حيستطيع في هذه المبرارة لكن نظرا لاستضافة ملعب الجوارة الزرقاء مباراة أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي في مجموعة أخرى ما بين الهلال السوداني وسانداونس فتم الاستقرار على أن النادي الأهلي حيكون مران الرئيسي على ملعب الجوارة الزرقاء يوم الخميس قبل المباراة بـ 48 ساعة وده تم التنصيق عليه بشكل كامل ومرتب جدا وده أمر مهم كمان النهاردة كابتن سيد عبدالحفيز كان له بعض التصريحات المهمة أبرزها أنه قال أن ديانجي حنتظم في مران النادي الأهلي غد في القاهرة وبعد كده يسافر مع الفرقة بإذن الله للسودان وده عكس بواليا اللي حيطلع من الكونه مباشرة على السودان عشان يلحق ببعثة النادي الأهلي يكون متاح لمستر بيتسو مسماني في المباراة كمان خبر بيتعلق وبيهم النادي الأهلي ويتعلق مجموعة النادي الأهلي وهو خبر رسمي وهو رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكوى اللي قدمها المريخ السوداني بخصوص التلاعب في مساحات فريقه في توقيت مباراة المريخ مع سينبا هناك في تنزانيا فبالتالي الكاف بعد التحيات اللي أجراها قال إن ما فيش كلام ده خالص وكانت العينات فعلا حقيقية كانت من لعبين عيناتهم إيجابية قال ما فيش أي مشكلة خالص وفعلا كانوا عيناتهم إيجابية وممكن لما عملوا مسحة بعد كده تلعت سلبية لأنه ممكن العينات تتغير في يوم وليل يعني حسب المرض وتعافيك من المرض وقال إن كان فيه إشراف كامل وتام من الاتحاد الأفريقي بخصوص كل المساحات فبالتالي العضية دي خلاص اتقفلت بشكل كامل والأمور ماشية بشكل طبيعي في مجموعة النادي الأهلي دي أبرز الأمور وأبرز الأخبار اللي بتتعلق بفريق النادي الأهلي وقلت لحضراتكم كمان إن المنتخب الإلمبي خلاص هيختتم معسكره المفتوح وده النهاردة عشان كل عناصر المنتخب الإلمبي تنضم للنادي الأهلي عشان يستعدوا بالشكل كامل للمبرارة المجبلة أمام فريق المريخ بإذن الله تعالى يوم السبت طيب دي كانت بعض الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي لسه عندنا تفاصيل أخرى بخصوص كمان صفر البعثة وبخصوص آخر الاستعدادات بس هنكمل كل تفاصيل الأهلي بعد الفاصل استنوا أهلا بحضراتكم من جديد أكيد في أخبار كتير تتعلق بالنادي الأهلي في ترند الأهلي النهاردة وبالتحديد على السوشيال ميديا منها أخبار لازم نوضحها ونرد عليها زي الخبر ده اللي من الوطن الرياضي وحسابهم الرسمي على فيسبوك وإن علي معلول يهدد برحيل طبيب الأهلي خبر ليس له أي أساس من الصحة مش واقعي أصلا ومش موجود ولم يطرح من الأساس بشكل كامل يعني هو هنا بيتكلمه في مقتن الخبر أصلا طبعا علي معلول زعلان أن الإصابة رجعت له تاني وإحنا شرحنا لحضراتكم كتير في أكتر من حلقة موضوع الإصابة في العضلة الخفية ووضحناها بشكل مفصل لكن في نفس الوقت كان فيه تصرحات لسهير الشامل أعتقد اسمه كده سهير الشامل ده طبيب منتخب تونس واللي أكد بشكل قاطع أن علي معلول رجع إلى تونس من غير أبدا ما يكون زعلان وإن فيه أي مشاكل إطلاقا يعني وإن ده أمر وارد أن الإصابة تعاود أي لعب ولا تتعلق بمدة محددة إن يجي لعيب يكون عنده إصابة في العضلة الخلفية فبالتالي يقعد مثلا سي عشر تيام فأيبقى كويس لا الموضوع ما لش علاقة بالمدة أنت بتعمل برنامج علاجي بتمشي عليه بحزفيره لكن بتبقى أقدار وده اللي حصل مع علي معلول لكن الرابط ما بين ده وده ده أمر غير موجود على الإطلاق طيب خلينا كمان نروح لخبر آخر بيتعلق بي علي معلول أيضا وهو طبعا نجم كبير فطبيعي الكلام كتير يكون على علي معلول اليوم السابع وحسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا الأهل يتركب موقف علي معلول بنا لحق بلقاء القمة النسب كبيرة بإذن الله تعالى إن علي معلول يلحق هذه المباراة المباراة هتكون إمتى يوم 18 إبريل يعني قدامك أسبوعين لا قدامك 20 يوم كمان على المباراة دي فبالتالي علي معلول فرص لحقه بهذه المباراة موجودة وحيكون فيه محاولات مكسفة للحق علي معلول مش عشان يلحق المباراة دي بس لا عشان علي معلول يبقى جاهز مختلف التحديات طبعا مباراة الزمالك مباراة مهمة ومباراة قمة بكل التأكيد وهتبقى مفتاح لعب علي معلول بالنسبة لك مهم جدا إنه هو يكون موجود فهتحاول إن أنت تجاهز اللعب لهذه المباراة ده أمر مؤكد لو علي معلول شارك في تدريبات النادي الأهلي قبل هذه المباراة بيومين أو 3 حيكون متاح للجهاز الفني لو تأخر عن كده خلاص سيبقى الموضوع صعب شوية لكن أعتقد النسبة أكبر إنه يلحق بإذن الله تعالى طيب خبر آخر وهو بتعلق بأحد لعبي ونجوم النادي الأهلي وهو محمود عبد المنعم كهرباء الأهلي يضع كهرباء تحت التقييم حتى نهاية الموسم طيب عشان نبقى بنتكلم بواقعية وبمنطقية كهرباء عمل مشكلة اتنين في النادي الأهلي أوه فعلا حصل النادي الأهلي عمل عقوبات على طول ما بيتأخرش وبيعلن في الحاجات دي الأهلي ما بيهزرش لكن اللي خلى فيه كلام كتير كده على كهرباء مين هو كهرباء نفسه لكن الكرة لسه في ملعب كهرباء هو اللي يقدر يغير كل الكلمات دي أو كل الانتقادات أو كل الأخبار اللي تتعلق برحيله على النادي الأهلي هو الوحيد اللي يقدر يغيرها كرة في ملعبه كهرباء موجود في النادي الأهلي وجرد انتهاء العقوبة هيكون موجود في التدريبات بالتالي ممكن يكون متاح للجهاز الفني في المباراة على حسب الرؤية الفنية المستر بيتسو المسلماني أخبار كتير بتطلع على أن المسلماني عافوا عن كهرباء المسلماني لم يعفوا عن كهرباء الكلام كله مش حقيقي الحقيقي هو اللي حيحصل بعد ما ينتهي الإيقاف الأمور ما تشاهد بشكل طبيعي كهرباء لاعب مهم في صفوف النادي الأهلي وأكيد حيكون مؤسف خلال الفترة اللي جاية وده اللي أنا واثق منه وجمهور النادي الأهلي واثق فيه بشكل كبير جدا لأن أنت عندك بطولات عديدة وكهرباء أحد العناصر الموجودة في القايمة والعناصر الفعالة في الحقيقة وأرقامه كلها بتقول كده فبالتالي كهرباء قادر على تحسين الصورة وقادر على إثبات أهمية تواجده في تسكيل النادي الأهلي سواء الأساسي أو كبديل على حسب الرؤية الفنية في كل الأحوال كل الدعم لكهرباء وأكيد للنادي الأهلي أي أمر تربوي أكيد النادي الأهلي ما بتأخرش فيه نفس الوقت اللاعب مهم جدا وإحنا عارفين سيستم النادي الأهلي في التعامل مع مثل هذه الأمور نتمنى كل التوفيق للنادي والكهرباء بإذن الله طيب حساب جول مصر على تويتر واللي قال بناء على موقع كفر ووتر السوداني واللي قال مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أطال الأفريقيا ستقام بدون جماهير التحدي السوداني حذر من دخول الجماهير لملعب المباراة تفاديا لانتشار وباء كورونا وده الأقرب وده الأفضل في كل الأحوال في الحقيقة في الأول حفاظا على سلامة الشعب السوداني أو الجماهير السودانية اللي بتتعلق بفريق المريخ السوداني في هذه المباراة وكمان عشان يكون فيه تكافؤ فرص يعني في الجماهير حضرته الأهلي أوفر فاس 3-0 هنا في الكهراء لكن في نفس الوقت طبعا الجماهير هتدي دافع قوة لأي فريق بلعب على أرضه لكن في كل الأحوال احنا كنا عارفين كرار الكاف أصلا ما يبقاش فيه جماهير في أي مباراة إفريقية هنشوف إلا هيحصل لكن حتى الآن الفقرير كلها بتقول إن مش هيكون فيه جماهير رغم إعلان المريخ سابقا على إنها هيكون فيه جمهور في هذه المباراة هنشوف في كل الأحوال الأهلي مركز فيه كيفية الفوز بإذن الله تعالى خروج على أقل تقدير بنتيجة إيجابية في مباراة يوم السبت القادم أمام فريق المريخ السوداني هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع عن كامل الأخبار يلا بي طيب منتخبنا الوطني خلاص كمان 30 ديئة تقريبا هتكون المباراة الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم الأفريقية بالكاميرون والمنتخبنا تأهل رسميا قبل هذه المباراة بعد التعادل الأخير إيجابيا مع منتخب كينيا بنتيجة واحد في المباراة كان الهدف منها السعود لكن كان فيه رغبة كبيرة قوي قوي عند جماهير الكرة المصرية أن هم يشوفوا المنتخب بشكل يطمن وبشكل يكون أفضل من كده بكتير قوي لأن احنا في الحقيقة شفنا الجوم بتاع أفشة في أول المطر في أول ديئتين وبعد كنا شفناش منتخب تاني لكن في كل الأحوال في كل الأحوال لا يقلل إطلاق من الجهاز الفني الحالي للمنتخب الوطني ولا يقلل إطلاقا من العناصر المميزة أو اللي انتوا شايفينهم على الشاشة دلوقتي هي عناصر منتخبنا الوطن كلهم أسماء كبيرة أسماء يعني تقيلة أوي كروية وأسماء تقدر ترجح كافة منتخبنا فأصعب المواجهات على الأفريقية بكل تأكيد انت عمقبل على بطولة الأفريقية فبالتالي أنت مهمة قوي أنك في البطولة دي تدخل علشان تنافس مش تدخل علشان بس أنك تظهر بالشكل اللي احنا شفناه في 2019 اللي هنا في مصر كانت حاجة صعبة جداً يعني أنت بتالب على ملعبك وتظهر بالشكل ده وتخرج من دور 16 فكان أمر غير مقبول على الإطلاق عند الجماهير المصرية واللي بتحب كرة القدم بشكل كبير واللي بتغير على منتخبها بشكل أكبر ففي كل الأحوال في كل الأحوال خلينا نعتبر أن المرحلة الحالية هي مرحلة إعداد للمنتخب الوطني قبل التصفيات الأهمة بقى وهي تصفيات كاس العالم وهي الهدف الأهم بالنسبة لكل المصري أنك تكسب وتسعد من خلال التصفيات دي عشان توصل كاس العالم مرة تانية على التوالي فالتفاصيل كتير قوي بتتعلق بمنتخبنا الوطني سريعاً خلينا أقول لحاجاتكم أن المنتخب حيفتدي النهاردة الزي الأحمر والأبيض أمام جزر القمر وهذا الزي طبعاً المعروف عن منتخبنا الوطني تيش شرط أحمر والشرط أبيض والجورب الأسود وبالتالي كمان حيكون الزي الأصفر بالكامل بالنسبة لمحمد الشناء وفي المقابل منتخب جزر القمر حيلعب بالزي الأخضر الكامل وأيضاً حيكون الحارس مرمان سيرتدي الزي الأزرق بالكامل عشان نقرب من الصورة بشكل أكبر خلينا سريعاً ناخد مدخلة مهمة مع الصحفي بجريدة الشروق الرياضي الأستاذ شريف أبو حمد يا شريف مساء الخير مساء الخير يا أمير ومساء الخير على كل مشاهدة شوات الأهم أهلاً بك يا شريف أنت طبعاً متواجد دلوقتي في ملعب المباراة عايزين نتطمن من خلالك على كل الأجواء اللي بتصبك مباراة اليوم الهمة ما بين مصر وجزر القمر اتفضل النهاردة المنتخب فيه تغييرات على تشكيل كابتر حسام البدري التشكيل بتاع منتخب سينيا زي ما أنت عارف فيه خرر تلعيبة من العناصر الأساسية ودخل تلعيبة تانية النهاردة فيه ستة تعدلات على تشكيل المنتخب المنتخب النهاردة بيبدأ بالشناوي في حراس المربع عامل شناوي طبعاً واربع لعبئين علي جبر وعمر جابر والوينش وعبدالله جمعة وقدامهم اثنين في نص الملعب المني والسلي والسلاة الهجومي هم محمد ماذي أفشا ومحمد صلاح وفيه الهجوم محمد شريف طبعاً انت عارف أمير أن فيه اختلاف في وجهات النظر البعض قال على التشكيل المتالش كويس المواضيع قدام تينيا ولكن فالتنقصان قدر أنه هو يعمل زي توليفة دي ده أو تشكيل دي ده يعني يحاول بيه إرضاء الجميع أو إرضاء جميع اللعبين بأنه هو يشارك عناصر جديدة مختلفة عن مباراة تينية النهاردة انت عارف أمير ان المنتخب كده كده خلاص صعد ودزر الصمر تزالت صعدت ولكن هو الهدف اللعب على الصدارة وتحكيل الأداء ده الظبع تحسام البدري مبارح هو هو بيتكلم في المرام يتكلم عن أثر من جزئية تقصب الأداء وقال ان الأداء مش مطلوب في المرحلة الحالية ومش مهمة في المرحلة الحالية ولكن الأهم هو تحقيق التأخل وتفكيل وتحقق التأخل والأمور في الفترة الجاية هتتحسن والأداء هيتطور وهيكون فيه اختلاف في شكل اللعب للمزرع بإذن الله طيب شريف انت كنت موجود كمان في تدريبات المنتخب بالأمس عايزك تقول لي الأجواء عاملة إيه داخل معسكر المنتخب العلاقة ما بين اللعبين هل فيه أي مشاكل بشكل أو بآخر تتعلق بالمنتخب خصوصا في ظل الأحاديث الكتير بخصوص مثلا لعب زي محمد النيني لعب مهمة ما كانش لعب الموبرال اللي فاتت الكابتن حسين البدري واتعامله بشكل كامل قول لي انت كنت وصف يعني موجود وصفه الصورة عايزة أقول لك أمير إطلاطا ما فيش أي أجواء ترجع عن الصياط اللعيبة كلها في أجواء حماسية بتتكلم وبتلعب مع بعض بشكل حماسي جدا وتنفي أجواء لطيفة مبارح شفنا أكثر من نقطة فيها الصلاح بيحاول يهزر مع النيني وبيهزر مع العيبة ومع التريزيجية لكن برضه عايزة أوضح للصاد المتاهدين أن أقرب لعب للصلاح هو التريزيجية يحني طول التدريبات صلاح ما تدش تريزيجية وتريزيجية ما تدش تلاح الأجواء كانت حماسية ولطيفة العيبة وواضح أنهم عندهم إصرار على أنهم يظهروا بشكل جاي بالنهاردة وقدموا منتخب دوتر الترومس كانت الحسام البدري يشتغل على أكثر من تأتيمة شفنا أكثر من العيب دخل في التأتيمة بتاعته ولكن كان مبارح الأكثر حاجة برزة في المران أو أكثر حاجة شفناها في المران هي الروح الجيدة والروح الجميلة والروح الحماسية اللي بين العيبة اللي كانت شدت انتباهها أكثر من صحفي وزميل لنا كل الصحفيين حتى كانوا وقفين وشايفين أن المنتخب ظهر بشكل كويس جدا وظهر بشكل حماسي اللعيبة عايزة تظهر بشكل جيد عايزة قول للمنتخب لا إحنا مش ده أدأنا قدام تينيا عندنا أكثر من كده عندنا يعني الإصرار والعزيمة على أن احنا نقدم مستوى أجمل من كده وأنا مبارح حضرت المران يعني أنت عرف بيبقى الكاف صالح للصحفيين بعدد معين من الضقائي بحضرناتش المران كامل ولكن الجزء اللي أنا حضرته كاملا بقولك أن اللعيبة في كمة تحكيزها اللعيبة مش دخلة ماتش جزر الطمر على إنه تحصيل حاصل لا اللعيبة عايزة تزبط للمنتخب أن الأداء جايد أن اللعيبة بتظهر بشكل كوي سأتقدم أثر ما عندها النهاردة أبتر حدا لحسبة تشكيل مختلفة أو أبتر حدا يعني حسستني أن السابت الحسام نواخد الأمر جدية جدا وأنه عايز يكسد أنه بادئ بأفشة وتزيجيه وصلاح يعني ما فضلش أنه يريح صلاح مثلا أو يريح تراتيجيه لا هو بادئ بالثلاثة اللي قدام علشان يظهر بأفصل عنده وإن شاء الله التوفيق للمنتخب بالفوز الظهاردة قدام بزروفته طيب أنت أجريت حواربع الكابتن حسام البدري يقول لي إيه أبرز يعني المحاور اللي اتكلمت فيها مع الكابتن حسام وإيه أبرز إجاباته اللي ممكن تكون لفتت نظرك أو ممكن تكون بتهم الشرع الرياضي المصري مظبوط المرح بعد المؤتمر الصحفي لأدرام على الصحفيين والأستاذ الإعلاميين وهو خارج كده أنا قابلته عند الأسوبيس وقلت أتكلم معاه الأسر من دزقية قلت له الجماهير بتنفاكب الكابتن حسام علشان المتفاكات التكير أو الفلوس الزيادة أو الأمور اللي بتتكلم الأمور الماديات يعني قال لي إطلالة السلام ده ما بيحصلش وتشفت لنا الأول مرة في جارة الشروق عن رده الحقيقي يعني عن الراتب بتاعه وجهزه الفني السامن قال لي إن أنا ردي ستسين ألف دولار في الشهر وإن هذا الصابق يتفضى مئة ستسين ألف دولار الناس مش بتتكلم ليه عن الرزقيات دي ليه دايما بنجيب الصلبيات إن ده أمر طبيعي جدا بما إنه مدير فني منتخب مصر حتى لو حياخد أكتر من كده كمان دي حاجة يعني ما فيهاش أي مشكلة خالص من شون مفترض إن إحنا يتطرق لها في الحقيقة يعني يعني أمير النص تعرف بتتكلم في قصة الماديات دي اللي هو من ناحية اللي هو إيه يعني طب لئي طب زيادة عن اللزوم الرقم ده إيه تاني إيه تاني بيطالب اللعيبة بالتحكين الأداء في الفترة تجاية اتكلم كمان عن جزئية مهمة جدا الحتة بالتكشيرة يقول لك سابت الحسام دايما بيتشار وبيتحكي ناس نيه ما بيتكلمش معانا ليه لكن لأ الحقيقة سابت الحسام قال لي الجزئية دي قال لي لأ يعني طبيعي أنا مش هينفع آه قال لي أنا مش هينفع فاتحت قال لي انت بتشوف مين بيتحت من المدربين قال لي شفت قبل كده جوارديولا واش بيتحك على القصر شفت مدرب في الدور الإنجليزي بيتحك قال لي الصراحة ما شفتش قال لي طيب خلاص يبقى النازل تتكلم ليه قلت له انت بتشوف مثلا سيتا عمود على إظهارك بالمنظر ده أو بالشكل ده ان انت دهما ما بيتحك قال لي لا مش بخدها على الناها كده نفس الوقت بحاول بتدخل الامكان ان انا اوصل الناس قال لي ما انا وقف بضحك معك اوه انا عارف انا عارف انا ما اعتدناش عليك ان انت يعني بتدخل في الضام مع المحفيين او بتدخل في الضام مع المؤلمون بس وتكلم بقى على الأثر من جزئية خاصة ان هو ان الراتب بتاعه اقل من ما في الاهلي وان الناس يعني ما تركز تأثر على الجزئيات دي وتحاول تساند المنتخب وتصبر على تحسين الأداء وان ان شاء الله الأداء هيتحصن بإذن الله بإذن الله يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا شريف ابو حمد طبعا الصحفي بجريدة الشرق واللي اتكلم معنا في تفاصيل الأجواء ما قبل مباراة اليوم ما بين منتخبنا الوطني الأول ومنتخب جزر الكمر في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة بتوتي الوطني في كملة أهل خلاص لها منتخبنا الوطني هنروح لفاصل بسرعة بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقة يلا وين نكملين مع أخبار المنتخب ونشوف الترند المحلي وإزاي الحسابيات الرسمية على السوشيال ميديا تناولت مباراة اليوم اللي هتنطلب كمان بقائق ما بين منتخبنا وجزر الكمر نبتدي بحساب في الجول على فيسبوك واللي بيقول في حالة فوز التصفيات الأفريقية دون خسارة للمرة الرابعة في تاريخه ايه تلات مرات اللي قبل كده ده بإذن الله بإذن الله منتخب مصري خلص مباراة النهاردة من غير ما يتعرض لهزيمة بإذن الله تعالى تلات مرات اللي كانوا قبل كده كانوا في 92 تصفيات بطولة الأمم الأفريقية و2008 و2017 كل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا الوطني النهاردة خلينا كمان نروح لحساب في الجول لسه مستمرين معاه ونتكلم بخصوص يعني إحصائية مهمة قوي لمحمد صلاح أحد أبرز النجوم العالميين مش بس المصريين واللي بيقوله إن 41 هدف لمحمد صلاح رفقة منتخب مصروم أس منها طبعا على حسب المباريات اللي شارك فيها بالمناسبة محمد صلاح هو ثالث الهدفين التاريخيين للفرع العنى ويقترب من رقم حسن الشازلي كابتن حسن الشازلي طبعا النجم الكبير لو تجل صلاح هدفا فسيعاد الرقم حسن الشازلي صاحب المركز التاني صلاح في تصفيات الأمم الأفريقية جاب 14 هدف وهو هدف منتخب مصر في تصفيات الأمم الأفريقية في الحقيقة تصفيات كمان كاس العالم جايب 11 هدف مباريات ودية جاب 10 هدف كاس أمم أفريقيا 4 هدف كاس العالم هدفين لما يكون عندك لعيب بالتراز العالمي ده طبيعي جدا إنك تشوف الأرقام المميزة دي من خلاله وده أمر مهم نتمنى دايما التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح لكن نشوف أرقام الكابتل حسن البدري وده من خلال حساب يلا كورا على تويتر واللي بيقول إن منتخب مصر مع حسن البدري لعب 6 مباريات أو في 6 مباريات من أصل 7 مباريات منتخب مصر لا يتجاوز حاجز الهدف الوحيد يعني هو لعب 7 مطشاط كل المطشاط كسب أو جاب جون واحد بس يعني عندك مثلا مصر وبيتسوانا 1-0 مصر وليبيريا 1-0 مصر وكينيا 1-0 مصر وجزر الكمر ده على حسب طبعا المكتوف يلا كورا مصر وجزر الكمر تعادل بدون أهداف مصر وتوجو 1-0 بعدك يا مصر وتوجو 3-1 المباريات الوحيدة اللي كان فيها الفوز بهدفين وقال نتيجة 3-1 وبعدين مصر وكينيا 1-1 يعني عدد أولايل جدا من الأهداف مع الكابتل حسن البدري نتمنى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نتمنى للتوفيق في فترة جاية يكون عدد الأهداف أكتر ويكون بداية من المبارات النهاردة أمام جزر الكمر دي كانت الأخبار المحلية وكل ما يتعلق بمنتخبئ الوطني قبل دقائق من انطلاط مبارياته الأهمة اليوم طيب فيما يتعلق بقى بالترند العالمي والأخبار العالمية وفي ناس كتير جدا متستنى الفقرة دي لأن الأخبار العالمية دايما بتكون مهمة ومنتكلم عن مستوى مختلف مختلف بكل تأكيد نبتدي بحساب بليتشر فوتبول على تويتر واللي بيقول إن البولندي روبرت ليفندوسك طبعا أحد أبرز النجوم وأفضل لاعب في العالم نجم باير ميونيخ هيغيب عن مباراة بولندا أمام إنجلترا اللي مفروض هتتلاعب يوم الأربع اللي جاي ضمن منافسات تصفيات منديال 2022 بعد الإصابة في الرجب هو اتصاب في المباراة الأخيرة اللي فاز فيها المنتخب البولندي بنتيجة 3-0 أمام منتخب أندورة فبالتالي أكيد هيكون غياب مؤثر لمنتخب بولندا ممكن ما يبقاش مؤثر قوي لباير رغم أن طبعا هو أحد عناصر المهمة في باير لأنك أنا أتكلم عن المقاومات الفنية الموجودة في منتخب بولندا واللي موجودة في باير فيه فرق كبير طبعا بكل تأكيد والفرق ده لصلاح فريق باير ميونيخ فبالتالي المدة بالنسبة لبندوسك لسه مش معروفة هيكون غياب قد إيه لكن هنشوف إيه اللي هيحصل وده ممكن يأثر بشكل كبير جدا على المبارات اللي تتعلق بالتامبينز ليج بالنسبة لفريق باير ميونيخ طيب خلينا كمان نروح لحساب يولا كورا على تويتر واللي بيقول إنه خلاص بيتبقى إيه 94 يوم على انتهاء عقد ليونيه الميسي مع برشلون عشان يصبح اللاعب حر فيه اختيار وجهته المقبلة ونفس الحال بالنسبة لسيرجيو راموس اللي لم يجدد حتى الآن مع ريال مدريد فبالتالي قائد ريال مدريد عقده بينتهي خلاص خلال 94 يوم ونفس الحال بالنسبة لقائد برشلون وهو ميسي عقده ينتهي خلال 94 يوم إيه اللي هيحصل خلال 94 يوم دول هل هيوقعوا الأندية أخرى هل هيجددوا الأنديةهم ده اللي هنشوفه بكل تأكيد طيب خلينا كمان نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلم على إن السلطات في بالينسا تنوي فرد غرامة على مارسلو بعدما نشر صورة برفكة عائلته على الشاطئ اللي يكسر القيود المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا دون ارتداء كمان ما شوفه مجرد صورة ممكن تأدي لعقوبات قوية على مارسلو والتزام مهم جدا في كل الأحوال خصوصا لما تكون والعالم كله بيمر بظرف زي وباء كورونا طيب خلينا كمان نروح ل EPL World وحسابهم الرسمي على تويتر ونقلا عن بيلد منشستر ينايتد ينضم إلى توتنم وليبربول في سباق التعاقد مع مارسل ده لاعب وقائد فريق ليبزيك الألماني ولاعب الوسط النمساوي وده عنده 27 سنة وشارك فيه 219 مباراة مع الفريق الألماني منذ إضمامه في عام 2014 سجل 50 هدف واضح إن هو لاعب مهم جدا ولعب وسط هجومي بكل تأكيد أكيد ليبربول من دول الأندية اللي هتحاول بشكل كبير أو خلال السفل اللي جاي ده تبرم بعض الصفقات اللي ترجع ليبربول للشجل المعتاد ويكون فيه لعبة جعانة كده لسه بطولات أو جعانة إن هي تتعمل أرقام جيدة نروح لبي بي سي سبورت واحساهم الرسمي على تويتر واللي بيقولوا إن ليبربول وشيلسي يسعيان كمان لضم مين مارتين أوديجرد أوديجرد لعب أرسنال في الانتقالات الصيفية المجبلة إحنا عارفين إن أوديجرد أصلا معار من ريال مادريد والعارة تمتهي هذا الموسم مع نهاية هذا الموسم فبالتالي يحق الأي نادي إن هو يتفاوض في تعاقد مع هذا اللعب شيلسي وليبربول مهتمين جدا بالتعاقد معه نفس الوقت بالمناسبة أرسنال بيفكر في نبيل الفقير طبعا نجم ريال بتيس إن هو يعوض أوديجرد لو رحل عن أرسنال نهاية الموسم وأكيد أرسنال حيحاول إن هو يجدد الإعارة أو يشتري اللاعب بشكل نهائي وده اللي احنا عنا شوفه أيضا في الانتقالات الصيفية المجبلة طيب حساب في الجول على تويتر زي ما انتم شايفين كده في صور مصربة لكونسوان منشستر يونيتد الموسم المجبل يعني بحقولها شوي ممكن تكون صورة مش واضحة لكن دايما ده بيحصل كل موسم مع اكتراب الموسم الجديد رغم نسي بدري على الموسم الجديد بصراحة بس يعني الصور دايما بتتصرب للتصميمات الجديدة لمختلف اللي عندها حول العالم دي تصميمات التصميمات اللي سربت أو سربت حتى الآن بخصوص الزي الجديد لي منشستر يونيتد طيب حساب ميرور على تويتر نشر تصريحات لي سيبين مسلينتد مدير التعقدات السابق فيه أرسنال واللي بيقول انه كان بص بق بقول لك احنا كنا على وشك التعاقد مع كليان بابي نجم باريس سان جرمان مجانا سنة 2016 أنا مش عارفش معنى أرسنال اللي هما دايما كانوا وكانوا حيتعقدوا مرة مع رونالد ومرة كانوا حيتعقدوا مع زالتان براموبيتش ومرة كانوا حيتعقدوا مع عدد تيبير جدا من النجوم العالميين وفي الآخر ما بتعقدوش معهم والنجوم دول بنشوفهم بعد كبه بتكسروا الدنيا في الأندية التانية حظهم وحش جدا في الحقيقة لكن حد يفوض جليان بابي أحد أبرج النجوم طبعا في العالم طيب خلينا كمان نرجع لأي بي أل وورد واحسامهم على سويتر وتصرحات لخامس رودريغس طبعا نجم الكولومبي الشهير ولا أبريل بادريد السابق واللي بيشيد بكارلو أنشلوتي طبعا المدير الفادي الإيطالي وقال لما جيت أو لما قديت بشكل جيد كان ده ليه تأثير إيجابي على الفريق وده ما أريده أن يلعب الفريق كرة قدم جيدة ويقدم أداء مستوى عالي أنا مع مدرب يعرف بالضبط ما أنا عليه إنه يعرف كيفية التواصل مع العبي وأتقيمه أنا أتعامل معه بشكل رائع تماما مثل الأب والابن دائما العلاقة مميزة ما بين خامس رودريغس وأنشلوتي والإتنين طبعا كانوا متواجدين في ريال مادريد فترة من الفترات وأدوا بشكل ممتاز وحقا وكمان عدد كبير من الألقاب يعني منشوف تألق لخامس رودريغس في بعض الفترات مع إيفيرتون تحت القيادة الفنية لكارلو أنشلوتي ومدير الفني القدير بكل تأكيد دي كانت الأخبار العالمية لكن يتبقى فقرة واحدة في حلقة اليوم وهي أهم فقرة والتواصل مع الجماهير من خلال صفحات صناعة الأهلي المختلفة لو كان سؤال الحلقة النهاردة توقعتكم لنتيجة المباراة ولمحرز أهداف منتخبنا في مباراة اليوم عمر قال إيه اتنين سفر للمنتخب مصر محمد صلاح ومصطفى محمد حسين شحتة إن شاء الله ثلاثة سفر للمنتخب محمد صلاح وأفشة ومصطفى محمد كمان آخر حاجة معنا إسلام إلحنا في آل اتنين سفر منتخب مصر محمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجي إن شاء الله بإذن الله المنتخب يقدم مباراة كبيرة ويفرحنا النهاردة من خلال أداء جيد إحنا فرحنا خلاص بالتأهل وده أمر طبيعي أنك تتأهل لكن مهم أيض أن أنت تتمتع كرة وتتبسط وتتطمن على منتخبك منتخب مصر الأول نتمنى لهم كل التوفيق مباراة خلاص بقائك وحتمتلك وإن شاء الله المنتخب يعمل مباراة كبيرة دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من التريند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله تعالى إلى اللقاء